والله 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 في ست سنوات يا مصريين أنجز هذا الرجل الرئيس عبدالفتاح السيسي ما لم ينجز في عشرين تلاتين أربعين خمسين سنة والله ما مبلغة والله ما هي مجملة والله أحاسب عليها أمام الله يوم القيامة والله إن ما يجري في مصر من إعادة تركيب البلد وإعادة تصبيت البلد وإعادة وضع البلد تبقى بلد حقيقية مؤثرة قوية مش كلام ونسها أقوية ونسها مبسوطين ونسها مرضيين ده اللي بيحصل دلوقتي ويبقى لنا وضع في الإخليم ولينا في كذا ده بيحصل دلوقتي هيسبوه يشتغل؟ لا والله ما يسبوش يشتغل أبدأ هاجم بقى والهجوم إيه؟ ياريت بنتكلم بيقولك بلاش العاصمة الإدارية الجديدة علشان خاطر مثلا إنه عندي مكان تاني وممكن أزبط العاصمة الجديدة لا 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 هي العاصمة الجديدة طالما عملها عبدالفتاح السيسي والمصريين والإخوان موجودين برة يبقى لازم نخربها نقول عليها إن هي ضمار إيه الحقيق يا عم؟ ده مكلفة مش عارف كم مليار طب يا عمنا الحمد لله الأرض دي من ساعة ما خلق الله الأرض ومن عليها مفيش قدم وطائطها محدش راح كل العمناء الفكرة الفكرة بفلوس قلنا نعمل هنا مكان يلا يا جماعة يا مستثمرين يلا تعالوا ابني ابني وعمر ابني وعمر وديني نسبة ابني وعمر واشتري يلا خدنا الفلوس بانينا بها الحقي الحكومي وبالحقي الصفرات بانينا مش عارف ايه بانينا ايه فتحنا الموضوع لم تتحمل خزانة الدولة المصرية مليما واحدا من العاصمة الإدارية الجديدة وإنما جاية من تمويل ذاتي لأنه ببيع أراضي وبعمل 200 فوائد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهجوم شغال عليها برضا فيش فايدة قناة السويس احملنا في سنة قناة السويس اللي هو الفردة التالية من قناة السويس ييجي واحد إلحى ايه يا عم يقولك استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بات أرخص من استخدام قناة السويس إلحى ايه يا عم ده بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هيتم استخدام طريق مش عارف عسقلان مش عارف طابة ولا مش عاسمها ايه عشان يعمل خط موازي يتنقل منه الحواب بالسكة الحديدة إلحى ده فيه هيتعمل خط الحرير الجديد يا عم في ايه ده بس في ايه لو احنا القناة زي ما استلمناها سايبينها اقدر قولك لكن احنا بنطور بنوسع بنعمق بنطور بنرفع الكفاءة مش ايه ده بس عملنا قناة موازي يا ليه علشان احرك الدنيا يا جماعة اللي حاصل ان برضو الهجوم إلحى الترعف إلحى المش عارف ايه إلحى ايه محاولة تسفيه ما بين أيدينا محاولة التقليل من شأن إنجازاتنا محاولة لتيقيسك ومحاولة لإحباطك ومحاولة ليه انك تبقى في حيرة دائمة هل نحن منتبهون هل نحن منتبهون ان شاء الله هل هم منتبهون لا هم شغالين لانه اكل عيشه شغال اكل عيشه شغالين من ليل ونهار اجريزة الاستخبارات تتحركهم فلوس وعندهم فوائد وعندهم تعليمات وعندهم كده تسكس بيعملوها شغالين ليل ونهار احنا منتبهين دا اللي احنا عايزينه دا اللي احنا منقوله